استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارك زوكربيرغ مؤسس شبكة فيسبوك في البيت الأبيض الذي رفض خلال زيارة له للكونغرس فكرة بيع انستجرام وواتساب على ما أفاد أو بحسب ما أفاد أحد الأعضاء وتخللت زيارة زوكربيرغ في واشنطن لقاءات خاصة مع أعضاء في الكونغرس ومقابلة في البيت الأبيض مع رئيس الأمريكي وقال ترامب عبر فيسبوك أكبر أو تعتبر فيسبوك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم وقال أن لقاءه مع زوكربيرغ في المكتب البيضوي كان جيدا